الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فهذا مجلس من مجالس العلم روضة من رياض الجنة نتدارس فيه شيئاً من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه التي أخرجها الإمام البخاري في صحيحه رحمة الله عليه وهذا مجلس نواصل فيه قراءة أحاديث كتاب العلم فليقرأ القاري بارك الله فيه وغفر الله ذنبه الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه نحمده على نعمه وألائه وإحسانه نحمده على كماله وجلاله وجماله والصلاة والسلام على خير أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركاً أينما كان واجعل مجلسنا هذا مباركاً يا رب العالمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه المسألة غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر رضي الله عنه ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل قوله هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها إما لأنه لا فائدة من الجواب فيها وإما لأن هذه الأسئلة من الإلحاح الذي لا يرغب فيه الشرع وإما لأن هذه المسائل مما قد مما فيه شبهات يلقيها الشيطان في النفوس فخشي من بقائها ولعوقها بالنفس أو لغير ذلك من الأمور قال فلما أكثر عليه المسألة أي سأل واحد بعد واحد حتى أكثر غضب النبي صلى الله عليه وسلم أي تغير من هذه المسائل التي وجهت إليه لعدم فائدتها وثمرتها ثم قال للناس سألوني عما شئتم أي ما أردتم أن تسألوني وتستفصلوا مني فاسألوا فقال رجل من أبي وكان ذلك رجل يقال له عبد الله بن حذافة وكان بينه وبين أبيه مغايرة في بعض الصفات فكان إذا لاحاه الرجال وخاصموه اتهموه في نسبه فلذا سأل ليأخذ يقينا في هذا الأمر فقال من أبي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة فأثبت له الأبوة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب والتغير والتأثر وعدم رضاه عن الأسئلة التي يسأل عنها قال عمر يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل أي نرجع ونترك هذه المسائل التي لا ثمرة لها ففي هذا الحديث الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكرهه وفي هذا أن الأسئلة التي تطرح ينبغي أن تكون فيما فيه عمل وفيما يعود بالنفع على الناس وفي هذا أنه عند المجامع العامة ينبغي أن تكون الأسئلة أسئلة عامة تتعلق بالعموم ولا أن تكون أسئلة خاصة بالسائل وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فضيلة عمر رضي الله عنه حيث رأى أن هذا الأمر لما تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوقف عن هذا الأمر وفي هذا الحديث سؤال الإنسان الله تعالى التوبة بسبب دخوله في أمور لا ثمرة لها ولا فائدة فيها وفي هذا الحديث من الفوائد كراهت كثرة الأسئلة التي لا ثمرة لها وفيه النهي عن التكلف تكلف الإنسان ما لا يعنيه من المسائل نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصل الظهر فقام فريقا على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما فخطب خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبركم به ما دمت في مقام هذا فأكثر الناس في البكاء فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي وأكثر أن يقول سلوني فقام عبد الله بن حذافة السهمي وكان رجلا إذا لاحى الرجال يدعى لغير أبيه فقال من أبي فقال أبوك حذافة فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله قال النار ثم أكثر أن يقول سلوني فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نعوذ بالله من الفتن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم ثم قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالْنَّارُ آنِفَا مُمَثَّلَتَيْنِي فِي عُرْضِي هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم منظرا قط أفضعا في الخير والشر ثلاثا قوله في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس يعني زالت وانتقلت من كبد السماء إلى جهة المغرب وهذا أول وقت صلاة الظهر قال فصلى صلاة الظهر فإن صلاة الظهر يبتدئ من زوال الشمس ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فرقا أي خائفا على المنبر قام على المنبر وهو المكان الذي يخطب عليه في المسجد فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم الساعة وذكر ما في قيام الساعة من الأمور الهائلة العظيمة ثم قال أنس فخطب خطبة ما سمعت مثلها قط ولعل ذلك كان في يوم كسوف الشمس قال لو تعلمون ما أعلم أي من صفات الجنة وما فيها من النعيم ومن صفات النار وما فيها من العذاب لكان شأنكم أن تستمروا على العبادة وبالتالي لا تضحكون إلا قليلا ولكان من شأنكم طول البكاء خوفا من سوء العاقبة في الآخرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أي أي شخص يرغب في أن يسأل عن شيء فليسأل فليسأل فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به فقال ما دمت في مقامي هذا أي في أثناء خطبتي هذا قال فأكثر الناس في البكاء وما ذاك إلا أنهم سمعوا مقالة رسول الله ولبكيتم كثيرا فأرشدهم هذا إلى ما في الأمر من العذاب الشديد والعقوبات المتتابعة وكانت قلوبهم أرق من قلوبنا وكان عندهم من اليقين والتصديق ما ليس عندنا ولذلك لما سمعوا هذه المقالة فرقت قلوبهم وخشوا من العقوبات الشديدة ونحن نستمع لهذا اللفظ في الحديث فما تتأثر له قلوبنا نسأل الله أن يملأها من الرقة والخشية لله تعالى قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم من شدة البكاء لهم خنين أي لهم صوت بسبب بكائهم رضوان الله عليهم قال أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا أتأمل في حال القوم من الصحابة فإذا كل رجل لافر رأسه في ثوبه أي قد أخذ الثوب وقد لف وجهه لما عنده من البكاء الشديد في ذلك الموطن وحينئذ أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول سلوني سلوني فحينئذ قام عبد الله ابن حذافة السهمي وبن سهم قبيلة تنتمي إلى قريش منهم عدد من الصحابة كعمر بن العاص وسعيد وجماعة قال وكان رجلا يعني عبد الله هذا وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى بالكتاب وهرب لما رأى أن كسرى مزق الكتاب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مزق الله ملكه وهكذا وقع وهو الذي أسره ملك الروم وعرضه للفتنة وعرضه للجوع الشديد ووضع أمامه شيئا من المحرمات كالقنزير فلم يأكل منها فلما استدعاه هرقل قال والله إن في ديننا لفسحة ولكني خشيت أن أفرحكم على ديننا إلى آخر ما ذكر حيث عرض عليه أن يكون ملكا بعده وأن يزوجه من نسله فأبى على أن يترك دينه فأبى ذلك فقال له تقبل رأسي وأطلقك قال أقبل رأسك على أن تطلق جميع الأسراء ففعل ذلك فقال عمر حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله ابن حذافة وكان عبد الله هذا رجلا إذا لاحى أي خاصم الرجال قاموا بالتشكيك في نسبه ودعوه إلى غير أبيه وحينئذ أراد أن يتأكد من الأمر فقال يا رسول الله من أبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبوك حذافة فقطع قالت السوء التي كانت عليه فقام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أين مدخلي يا رسول الله يعني إذا جاء يوم القيامة ما هو أول الدارين يدخله الجنة من نار فقال النبي صلى الله عليه وسلم النار وليس معنا هذا أو لا يلزم من هذا أن يكون مخلدا فيها لكن أول مدخله يكون إلى النار وأنتم تعلمون أن من قواعد أهل السنة أن مآل أهل الإيمان والإسلام الجنة وأن من فعل شيئا من الذنوب الكبيرة في دنيا فإنه قد يعفو الله عنه وقد يعذب مدة ثم يكون آخر وأمره إلى الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم مدخلك النار والعياذ بالله ثم أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني حينئذ برك عمر على ركبتيه أي جلس عليهما جلسة تشبه حركة البعير فقال عمر رضينا بالله ربا أي متصرفا في الكون مقرين بأنه إن مسنا بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردن بخير فلا راد لفضله ورضينا بالإسلام دينا نقيم شعائرة ونطيع الله به ورضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا نصدقه في خبره ونطيعه في أمره ولا نعبد الله إلا بما شرعه ثم قال عمر نعوذ بالله من الفتن المراد بالفتن الأمور المدلهمة التي لا يدرى ما بطنها من ظهرها بحيث تختلط على الناس وليس من أمور أو مما يسمى فتنة ما يتضح فيه أنه من الباطل فهذا باطل محظ وقوله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك فلم يعد يطلب منه من يسألوه فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم ثم قالوا يا رسول الله لما كنت في الصلاة رأيناك تقدمت حتى كأنك تناولت أي أخذت شيئا من مقامك في صلاتك ثم ثم رأيناك تكعكعت أي رجعت وتأخرت على ظهرك فقال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار آنفة يعني حال كونه يصلي الصلاة عرضت عليه في محرابه قال ممتلئتين ممثلتين أي أنهما قد هئتا وشكلتا على شكلهما في محراب النبي صلى الله عليه وسلم في عرض هذا الحائط أي في جانبه وأنا أصلي فلم أرأ أي لم أشاهد ولم أطالع كاليوم منظرا أي مثل ذلك المنظر الذي يعذب فيه أهل نار جهنم قط في أفضع في الخير والشار قالها ثلاثا أحسن الله إليكم قال رحمه الله عن أنسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهما عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا الحديث السابق فيه عدد من الفوائد منها أنه إذا زالت الشمس فإن وقت أنه يكون قد انتهى وفيها جواز تقدم الإنسان لخطبة الصلاة وللإمامة في الصلاة مع كونه قلقا أو خائفا وفي هذا أيضا جواز خطبة الخائف الوجل وفي هذا الحديث وعظ الناس بذكر الساعة وقيامها وآهوالها وما فيها من الوقائع والحوادث وفي هذا الحديث جواز أداء صلاة الظهر بعد الزوال مباشرة وفي هذا الحديث مشروعية الخطبة التي تكون بعد صلاة الكسوف وفي هذا الحديث تنميق الإنسان في خطبته وموعظته وفي هذا الحديث أيضا جواز أن يطالب الفقيه الناس بسؤاله وفي هذا الحديث أن المداومة على العمل يكون فيها أجر عظيم وفي هذا الحديث ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي هذا أن البكاء الذي يحصل على الإنسان بدون قصد منه ولا طلب له فإن العبد لا يؤاخذ به وفي هذا وفي هذا الحديث أن من اطلع على حقائق الأمور وبواطنها استعد لما أمامه بأنواع الاستعداد وفي هذا الحديث طلب الفقيه من الناس أن يسألوه عما يحدث لهم وفي هذا الحديث التنويه على قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا في هذا الحديث كراهت كثرة السؤال وفيه أي ذاكراها التكلف الإنسان ما لا يعنيه قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين أي صوت بالبكاء قال أنس فجعلت أنظر يميني وشمالا فيه جواز تلفت الإنسان في المسجد ونظره في زوايا وفي هذا الحديث خوف الصحابة مما قد يكون من سوق وصف الساعة وما فيها من الأهوال وفي هذا الحديث فضيلة أنس ابن مالك حيث استدل بحال هؤلاء على أنه لا حرج على الإنسان في أن يبكي وسدل به على تأثر الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث جواز لف الإنسان رأسه في ثوب ونحوه وفي هذا الحديث سعي الإنسان إلى نفي الشكوك والشبهات التي تكون حوله وفي هذا الحديث النهي عن نسبة الرجل إلى غير أبيه وفي هذا الحديث سؤال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أين مدخله يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم النار يعني أول الأمر وفي هذا الحديث جواز طلب الإنسان من غيره أن يسأله وفي هذا الحديث فضيلة عمر رضي الله عنه حيث أهمه ما أهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث رضى الإنسان بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا وفيه أيضا رضى الإنسان بدين الإسلام ليكون دينا يطيع الله تعالى به ورضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بتصديق خبره وطاعة أمره ثم قال صلى الله عليه وسلم نعوذ أي نلتجئ بالله ونحتمي به من الفتن والمراد بالفتن الأمور المدلهمة وفي هذا مشروعية سؤال الله الاستعاذ من الفتن أنه ينبغي أن يكون الأمر كذلك فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن من كان يعرض له أمر فخوطب بما يكون موعظة له وتعليما بالحكم الشرعي فخير له أن يسكت وفي هذه الآيات أو في هذا الحديث بيان سبب نزول هذه المائدة وقوله هنا رأيناك تناولت شيئا في مقامك أي تقدمت لتأخذه ولكنه لم يفعل ذلك لأنه قد مثل له أولا شيء من الجنة ثم مثل له بشيء من النار قال ثم رأيناك أي شاهدناك فكعكعت أي رجعت على قفاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار آنفة ممثلتين أي على صورتهما في بيت المقدسي في عرض هذا الحائط وأنا أصلي وهذه الجملة لا تفيد تملكا ولا لا تفيد تملكا ولا غيره فالمقصود قال رأيناك تكعكعت أي رجعت قال عرضت علي الجنة والنار آنفة فيه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا جواز رفع البصر عن الأرض إلى ما أمامه لأنه كان سيتناول شيئا مما أمامه مما يقتضي أن نظره كان كذلك في الحديث مشروعية التعوذ من ألف تن كما فعل عمر وفي الحديث أيضا جواز تشكيل ما يكون على غير ذوات الأرواح بمثل الجبال والأشجار ونحو ذلك وفي هذا اليوم شدة يوم الحساب ثم ذكر المؤلف حديث أنس كأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه أن يكررها حتى يتأكد أن الناس قد سمعوها عرضت علي الجنة قال يش كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا أي كرر اللفظة ثلاث مرات حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم أي على جماعة ومر بهم فإنه يسلم عليهم ثلاثا فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الكلام ثلاثا إذا لم يسمع عنه أو لم يفهم بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يجعلنا من أهل الخير والصلاح وأن يفتح لنا أبواب الخيرات كما أسأله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين